السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصير ليمونة واحدة اكتشف سبب كون هذا العلاج الطبيعي للبروستاتا أكثر فعالية من الأدوية بعيدة الثمن من الصيدليات ويمكنك صنعه بسهولة في المنزل هذا المزيج الرائع ليس مخصصا للرجال فقط ولكنه مفيد أيضا للنساء بحيث يمنع العمليات الانتهابية ويساعد الجسم على التعامل معها بسهولة أكبر كذلك يساعد هذا المزيج في تحسين الرغبة الجنسية وهو مثير للشهوة الجنسية طبيعي وقوي استهلك هذا المزيج الحل والحامض كل يوم وسيكون لديك تأثير وقائي على جميع التهابات المسالك البولية وكذلك الأمراض النسائية العنصر الأول في هذه الوصفة هو بذور اليقطين وقد تم استخدامه للأغراض الطبية منذ القدم ملعقة واحدة من الخليط كل صباح على معدة فرقة وسوف تستعيد البروستاتا في غضون شهر تعتبر بذور اليقطين علاجا طبيعيا للبروستات فهي غنية بالزينك والمغنيسيوم والحديد ينصح أطباء المسالك البولية بتناول بذور اليقطين يوميا كذلك تمنع تصلب الشرايين وتنظف الأوعية الدموية يتم استخدامها في علاج أمراض البروستاتا والمثانة ولها تأثير مفيد على صحة الكلا ولا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بعلاج العقم عند الرجال والنساء في الواقع يعتبر زيت بذور اليقطين المعصور على البارد أفضل علاج طبيعي لتضخم البروستاتا الآن ننتقل إلى المكون التالي وهو الجوز يعرف الجوز بأنه علاج لصحة القلب والعظام والأعصاب ومع ذلك فإن الجوز معروف بخصائصه كمنشط جنسي مزيج رائع من الجوز والعسل استخدامه الرومان القدماء في تقوس الخصوبة من الأفضل تناول هذا العلاج الطبيعي القوي للبروستاتا نيئا لأن التحميس يفقد بشكل كبير الخصائص الغذائية للجوز والآن دعونا نطحن كل من بذور اليقطين والجوز في الخلاط المكون التالي في وصفتنا هو الليمون نقوم بعصر حبة الليمون ونضعه على خليط الجوز ومذور اليقطين المكون الرابع هو العسل الطبيعي العسل كدواء للخصوبة يحقق نتائج ممتازة لدى الجنسين إنه مفيد للرجال لأنه يحفز إنتاج هيرمون الذكورة من الضروري للمرأة أنه يحتوي على معاد مهمة تؤثر على إفراز هيرمون الاستروجين بشكل صحيح والآن نضيف العسل إلى خليطنا نخلطها جيدا بملعقة خشبية لا تتردد في إضافة القليل من العسل إذا كنت تعتقد أن الخليط كثيف جدا بعد ذلك سنسكب كل شيء في مرتبان ججاجي بغطاء محكم هذا الخليط مثير للشهوات الجنسية وهو طبيعي وملئ بالمواد الصحية لقد ثبت أنه مفيد بشكل خاص للرجال الذين يعانون من مشاكل تضخم البروستاتا إنه بقاية ممتازة لجميع التهابات المسالك البولية ولهذا يجب على النساء تناوله أيضا ويحصن الصحة الحميمية في كل الشريكين خذ ملعقة واحدة في الصباح على معدة فرغة وستكون سعيدا لهذه الوصفة الطعم رائع وحلو وحامض في نفس الوقت الكمية التي تم الحصول عليها تكفي لمدة شهر من العلاج اكتب لنا في التعليقات من أي بلد أو مدينة تتابعنا نتمنى لك صحة جيدة مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة